مرحبا، اليوم سأكون لجهاز جديد من أوبو، جهاز كأنه بفلسفة مختلفة التي تعودين عليهم منهم فهذا الجهاز ليس جهاز اقتصادي، ليس جهاز 100 إلى 150 دولار، هو أفضل من هذا هو أيضا أرخص من أنه يسمى متوسط، أرخص حتى من 200 دولار لكن على بعض الأشياء والمواصفات التي لم توقعها من أوبو، لم توقعها لفئاته فمثلا على أسرع شاحر لهذه الفئة، شاحر فعليا من جهاز flagship لأنه آخر مرة راجعت هذه السلسلة وجربتها كان مع A4 قبل أكثر من سنتين وقتها كان جهاز جميل بشاشة جميلة، معالج يعني 660 ذاكرة 6 جيكبات رام، سعرها بـ 100 دولار، ومعالجها كان أبدا ما يناسب سعرها لأن مع الـ A8 سابين كأنه فلسفة أوبول هالأجزاء اختلفت، فعندنا تصميم أيضا جدا جميل موات تصنيع جيدة، كاميرات جيدة، متوقع، بطارية ضخمة، شاحن جدا جدا سريح، جهاز الشحن بأقل من 45 دقيقة أيضا شاشة آموليد، بصمة أسفل شاشة، ستيريا سبيكر، وكل هذه الأشياء الرهيبة، وسعر أرخص إلى النصر المعالج، والذي لم تغيره هواي عن رأيي بي قبل كم سنة فاخلينا نبدو مراجعة A78 من أوبو، داخل الكرتون موجود جهاز متوفر بأكثر من خيار لون، بقيت الملحقات كفر من السيليكون، وشاحن جدا جدا سريع هذا الشاحن مثل اللي موجود مع أي جهاز فلاكشيب، شاحن 67 واط من أوبو، سوبرفوك، حتى أنا علي قبل الفترة مع مراجعة الرينو 6 اللي كان شاحن جدا سريع، بأقل من 45 دقيقة راح تصل إلى 100% ما وجود أي شيء أسرع من هذا الشاحن لأقل من 200 دولار، لكن الشاحن ما راح يكون كل شيء بهذا الجهاز، بخلنا نكمل مع التصميم التصميم الجهاز جدا عجبني، التصميم جميل، موجود بلون ثاني الأسود لو ما عجبك هذا اللون اللي عندي، مع شوية الخطوط اللي بالخلف ومع أنه لما، لكن ما راح يشوف علي أي نوع من البصمات، فما راح يجذب البصمات، بشكل عام، التصميم عجبني تصميم جميل، وزن خفيف، ممكن الأزار متعودة أن تكون معزعة أوبو باليسار لكن هنا بمكان واحد، كلهم على اليمين، وشكل الكاميرات تقريبا مشابه لللي شفنا مع الرينو سيكس والرينو سيكس برو فلو التصميم باختصار، علي استيريو سبيكر وعلي منفذ الهيدفون، هذه الأشياء ما متعود عليها من أوبو لهذا السعر فاستيريو سبيكر جيد، تصميم جيد، لا ننتقل إلى مقدمة الجهاز والشاشة شاشة هنا أموليج شاشة جميلة 90 هيرس بتقريبا 600 نت من ناحية سطوع الشاشة و 6.4 هيرس كحاجم، شاشة جميلة، ألوانها جميلة، لكن حوافها خاصة من الأسفل ما رح تكون الأفضل لأنها ما متوقع شيء أفضل لأطراف شاشة بجهاز بأقل من 200 دولار، لكن بعض الأجزاء عليها 120 هيرس، فالموضوع صار من جانبين فهذا الشاشة باختصار ما عنده أشياء أذكرها عنها عدا أنه هي شاشة جيدة لأننا نتقل إلى النظام والأداء لأننا جداً تعجبني واجهة الأوبو، اللي موجودة أنها هي ColorOS 13.1 مع الأندرويد 13 واجهة ممتازة بأداء ممتاز، ما رح تواجهك إياها أي مشاكل، وعليها كل الميزات فعلياً، كل الميزات التي تحتاجها من أي جهاز أندرويد وأكثر واللي عجبني بهذا الواجهة بشكل عام لأنه حالياً كل واجهة الأندرويد صارت جيدة من ناحية الميزات هي سلاستها وسلاست الأنميشن حتى لو كان المعالج مو الأفضل هي دائماً جيدة، فتعدد المهام باستخدام أكثر من تطبيق، أي خيار ثاني، الواجهة السادسة وما رح تبقى ميزات من الأجهزة الأغلى الشيء الوحيد اللي لاحظت أن الـ Always Ons Play هنا أو شاشة توقف للشاشة العرو رح تكون عادية ما رح يكون عليها الرسومات أو التخصيصات اللي يشوفها بالأجهزة الأغلى مثل الـ Reno6 أو الأجهزة الأغلى من هذا فتقريباً هو خيار واحد مع شاشة التوقف أو Always Ons Play فهذه كانت الواجهة هو النظام باختصار عشرة على عشرة، واجهة أوبو ممتازة، لننتقل إلى الأداء وخللنا نبدو مواصفات هذا الجهاز، فبداية مع السناب دراجون 680، واللي هو كأنه الأقل نصيباً من ناحية التطور على هذا الجهاز وهذه السلسلة مع 256 جيجابات ذاكرة، هل السنة الذواكر ممتازة لكل الأجزاء عليه 256 بغض النظر عن سعرها؟ و 8 جيجابات رام، 8 جيجابات رام تقدر ترفعها من الميموري الفيرتشول مع خيارة الإعدادات، لكن هذه هي مواصفات جهاز الأساسية الآن، شو رح يكون أداة الجهاز؟ أداء مع النظام كان ممتاز من تجربتها، ما كان عندي أي مشاكل وياه أداء مع الألعاب، هذه قصة ثانية، لأنه الموضوع رح يكون محدد من ناحية الموالج فالواجهة الممتازة اللي تقدم لك الأداء الممتاز، ما رح تقدر تتحكم بأداء الألعاب لأنه بنهاية الموضوع خاص بالمعالج على العموة البوجي، ما رح تحصل أي شيء أعلى من 30 فريم، لأن الجهاز بهذا السعر شيء مقبول 30 فريم، لكن مو الأعلى هذا الجهاز ما علي أفضل معالج لهذه الفئة وهذا السعر، واللي هو شيء أحاول أنه أكون واضح به هذا مو أقوى معالج لهذه الفئة، مع أنه الجهاز عليه هواي أشياء اللي هي الأفضل لهذه الفئة، شاحن واحد منهم، لكن الموالج مو واحد منهم أبداً العاب الثاني أخاف رح يكون عندك أداء أفضل، حتى العاب الثاني أقوى، لكن مصمم طريقة أفضل رح يكون عندك أداء أفضل أربعين وستين فريم بأداء جيد، وبشكل عام من ناحية الحرارة أيضاً كانت جيدة، لكن معالج جهاز سناب دروغليز المتوسطة والاقتصادية دائماً تكون جيدة من ناحية الحرارة، فهذا هو كان الأداء مع الألعاب، اللي هو الشيء الوحيد مو بمستوى بقية عزاء جهاز، فنقدر نقول ببساطة أن هذا الجهاز ما رح يكون الخيار الأول لشخص مهتم بالألعاب الآن ننتقل إلى الكاميرات، وخلاء تجربة المطولة لكل الأجهزة اللي تقريباً بأقل من 200 دولار، لو عليها مشكلة واحدة دائماً هذه المشكلة تكون كاميرات أو أن الكاميرات أقل من التوقعات أو أقل من بقية عزاء الجهاز كأداء وكنتاج، هذه المشكلة موجودة هنا، فالكاميرات رح يكون أفضل من توقعتك إلها، أفضل على الأقل من توقعات وعندنا كاميرتين مهمة، كاميرا اللي بالخلف 50 ميجابيكسل والكاميرا اللي بالأمام 8 ميجابيكسل، والوضع عليهم رح يكون جداً جيد باستثناء الفيديو اللي رح يكون عادي، فصور من الكاميرا الأساسية جيدة بالإضاءة الجيدة، كانت جيدة مع الإضاءة المنخفضة أيضاً كانت النتاء جيدة، لكن الإضاءة جيدة كانت جداً 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 جيدة بالنسبة لتوقعات الجهاز بأقل من 200 دولار، كتفاصيل جيدة وكألوان دائماً جيدة من أوبو، ونفس الوصف تقريب من الطبق مع الكاميرا الأمامية، فالكاميرات ستكون أفضل من توقعاتك لجهاز بأقل من 200 دولار، لأن الأجزاء بأقل من 200 دولار دائماً كاميراتها أقل من توقعات، مع لي 72، الوضع أفضل، فهذه الكاميرات وهذا هو الأوبو 78، فهذا الجهاز يقدم أشياء ممتازة وأفضل من توقعاتي لجهاز من أوبو، ولجهاز بأقل من 200 دولار، ونفس الوقت يقدم أشياء ثانية أقل من توقعاتي، من الأشياء الممتازة في هذا الجهاز هي الشاحن، شاحن فعلياً لجهاز فلاكش على جهاز بأقل من 10 دولار ستيرو سبيكر جيد تصميم جميل وجدا عجبني شهر جميلة فقط جميلة لأن نوعك أجزاء ثانية ب120 هاس بدل 90 والكاميرات من الأفضل لجهاز بهذه الفئة الآن أجزاء هذه الفئة داما عليها مستشعرات جيدة لكن النتائج النهائية من معاجر الصور هي السيئة هذا هو الفرق هنا وهذه هي التجربة المختلفة التي قدمها l-A78 من ناحية نظام جيد أداء كاميرات صور بوترة جيدة أو تعتبر الأفضل لهذه الفئة شاحن جدا سريع لكن التجربة المختلفة هي مثلا أنه يكون بأفضل معالج أو أفضل أداء ألعاب هذه ما رح تكون موجودة هنا مع هذا الجهاز فال68 ما رح يكون أقوى معالج ورح يكون موجود بأجهزة بسعر أرخص فهذه تجربة مختلفة تماما فهذا ممكن المختصر مع l-A78 فأتمنى أن أعجاب فيديو هذا أعجاب أخلينا لك اشتركوا بالقناة واشترك شكرا على المشاهدة ونشوفكم بالفيديو قادم إن شاء الله